استحوذت البلديات في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 على مساحة من المخالفات والتجاوزات التي تظهر توسعا في المصاريف ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعيينات وضبط المصروفات البلديات في تقرير ديوان المحاسبة وعدد من مخالفاتها في التقرير التالي جاء تقرير ديوان المحاسبة على ذكر بعض المخالفات المتعلقة بعمل مختلف بلديات المملكة وبالوقوف عند أبرزها يشرح التقرير غياب التنسيق بين مختلف إدارات أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالمشاريع وطرح العطاءات فإعادة تأهيل شارع صرح الشهيد وشارع المدينة المنورة تطلب إحالة عطاء على إحدى الشركات بقيمة 629700 دينار في الثاني والعشرين من كانون الثاني لعام 2015 ولكن العمل في المشروع علق في شارع صرح الشهيد وذلك لعدم وجود مخططات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع إضافة للتفاوت الكبير بين المخططات والوضع القائم في حين أوقف العمل في شارع المدينة المنورة لأن إزالة الجزيرة الوسطية يتطلب إزالة أعمدة الإنارة ثم إعادة تركيبها ومن أبرز المخالفات التي ياتي التقرير على ذكرها في أمانة عمان تعين 162 عامل وطن على مرتب ضبط ناقلات الأمراض بما اعتبره التقرير تحايلا على قرار وقف التعيينات التقرير أيضا لم يخلو من توصيات للصالح العام إذ أشار لعدم وجود وحدات تقديم خدمات الإسعاف الأولي للمواطنين في مختلف حدائق أمانة عمانة ومساحاتها الخضراء رغم أن بعضها يمارس فيها المواطنون رياضات على درجة عالية من الخطورة كالقفز والتزلج ويكشف التقرير عن قيام بلدية إربيدا الكبرى بالاتفاق مع أحد الباحثين في شهر آبا من العام 2014 لتأليف كتاب يحكي تاريخ المدينة مقابل مكافأة قيمتها 4000 دينار وذلك دون أخذ موافقة وزير البلديات على ذلك كما يشير التقرير إلى استخدام أحد البكبات في بلدية بورما في محافظة جرش لمتابعة علاج أحد المواطنين ومراجعة محكمة الصلت وينتقل التقرير إلى مخالفات أخرى في بلديات المملكة منها صرف مكافأة لعضو مجلس بلدية الجنيد وذلك بدل جلسات له رغم أنه مستقيل من عضوية مجلس البلدية ومصادقة وزير البلديات على استقالته ومن أبرز المخالفات في بلديات الجنوب يكشف التقرير عن صرف أكثر من 1150 دينارا من بلدية الكراك كمساهمة منها في تحمل تكاليف عزاء لأحد الموظفين إضافة لقيام بلدية الطفيلة الكبرى بتكلف عامل وطن بوظيفة باحث اقتصادي وآخر بمسؤول شبكة الإنترنت في جامعة الطفيلة التقنية ترجمة نانسي قنقر